السلام سلام ان شاء الله ستكون لولا باس اليوم واجهتكم بحث لفيديو واحدة الوصفة على بالي باللي في هاد اليامات انت عالعيد كامل تتلف لكم واسم تعملوا فطور واللعشة جبت لكم وصفة اقتصادية سهلة مهلة وزيد من اهم هاد شي ابنينا ومش يميد مبزاف وسيخطوكم معارفين في اليامات انت عالعيد نحوسو على العفايس هكا نبو ناكلو مراجي هكا عفايس خفاف وما يقهموش شوكم معارفين دائما تحكمكم هذه اللقية وراء رمضان ومشتدينا بزاف مقادير ولا بزاف اعفايس رح نحتاجو حاجة برك تتبعوا معي الفيديو حتى الاخر وتشوفوا معي ومتبخلونيش بلايك ودعم نتاعكم واللي دخلت وشافت الفيديو صدفة ولا شافت قانتي اشتركوا معنا ودائما كيف مالعدة والعويد من نسوش دائما صلاة وسلام على الحبيب المصطفى ايام معي اهلا يا جبت راس انت عشوفلر الا انت العرنة نضيف في الماء لابن نضيف في الماء ايام معي قليل ايام معي ايام معي في التلالزر اتخبأ الصوت مجرد على اكتف ايام معي نضيف في الماء اثناء معي كيف تفور ما تفهشم ايام معي اضعت مقلدت فيها مقلدت فيها سنينة تعتم و ملعقة تطماطم و سبارة تقلت و من بعدها نضيف عليها حبة تطماطم و ربما بيتها و خلاص لا نضيف فلفل حمر و نضيف حباك أحلى و نضيف الملح هذا لا نحتاجه في هذا الصوص طمط هدى الوصفة نضيف طيب و نكون خلصت معها سابق هذه مرحلة الزوجة اضعت الشوفلاء 4 و اضعت كي طابة و اضعت حقا و نضيفها و نضيفها و نضيفها في طابة لنحتاجه بعدها و نضيفها تبرد و هنا كمنا المرحلة الزوجة هذه الوصفة سهلة و تقدري تعمليها عنده تخوه ليه ليه قالوا هنه ينروحوا للشوفلر تعنا لي كان طاب بناحي هدو كلوريقة انتعرنت صيبو خلاص كانت نكه الشوفلر تعنا شوفوا انا هنه راني فورته و نحسو دالي شوية فتفوع اهمتوني ما تفوروهش بزاف لانه راح نشكلوه قالوا معليش انا راح نطيكو مع فايس باش يقدر يتشكل معاكم هنه يجب الطبصي ولا حاجة غي سيبيو ديرت فيه شوية توم دير فيه شوية قصبر شوية مع دنوز كي شغول راح ندير لزان قريديو اللي نعملهم في المعقودة و راح ندير فيه هدك الشوفلر اللي كنت فورته و نبدأ نطحن فيه بشوكة بحاجة جمعية القادم مهم هو راح ساهل باش يطحن معانا شوفوا انا هاكا و نحسو فوتو فتفور ما دالي ش بزاف واحد ال 15 دقيقة ولا ايا و نملح بالنسبة اللي زي بيس اعملي و اسم تحبي كيما نعملوه في المعقودة انا ندير شوية تعكركم ولا شوية تعزعفران هذا ما كان شوية على اطراف الاصابع باش ميسفارناش بزاف و ثاني نعمل حباك احلا نعمل شوية سكنجبير و اللي تحب تعقول كمون شوية اللي تحبي ضيفهم مهم لي زي بيس امتيا و وسم تحبي تبني تقديري قصبر مرحي اعملي شوفوا هنا ما كاترتش انا كنت نعمل في هذا شوية تعالي الزعفران و احنا يا انا جزت شوية يا ربي فارينا و اللي نقدر من نضيف لانيك مع القانتاع الشابلر هاكا باش تطم معايا كما قد قم فاتت لي شوية فطياب اهنا البيضة في هذا المرحلة ما نعملوهاش لانو البيض راح نحتاجوه في المرحلة الاخيرة عكس المعقودة تعنا اللي نديرو في الوسط البيض و بعد عود في الاخر تانيك نديروها في البيض نعود نديروها في الفارينة فهمتوني تبعوا معايا برك اهنا يا ما ننسوش الملح انا قدرت شوية كي كان يطيب هاكا بش يتبنن لهادك الشوفلر يجي بنينو ترحملنا هنكها و بلا ما ننسى اللي تحب الشوفلر يتكره الريحة و تقدر تضيف له شوية انتع لخلي انو ينحي يكامل هذيك الريحة وهذاك القوء اللي مش يمليح انتع الشوفلر احنا يا سوالحي كل شي راح نواجدين وجدت فارينة وجدت لاشابلر وجدت البيض و وجدت الشوفلر اللي كنت طيبتة معاكم راح ننشكل كورات ولا ديبول راح نديروهم في الفارينة و بعد نديروهم في البيض و بعد نديروهم في الشابلر راح نوريكم كيفاش راح نعملهم تبعوا معايا و بعد نرجح معاكم اشتركوا في القناة راح نكش إزالي نظري أنه يمكنتто اكتر البيض بس مثل مثلishment و كيفية الداخلة تؤدنا لدي وسنقوم بتقوم with myles راح نجاب عماية واصفة احنا هنالي تأكد المساطس شوفوا بعض الفيء وتأكد ان تمام براعاق بوجوم هذي ساعد في الداخل هذا الأمر ما외كم förدقوة سيفتكوا في م player للكية السجار Freud نضيف مقلة يسخن فيها الزيت ننقص مقلة نضيف مقلة نضيف مقلة تقدرها مع المعقودة تقدرها مع الشوفلر يقولون لي أضيف مقلة في المقلة تتفتت لي نضيف مقلة نضيف مقلة هذه المقلة تقوم بلد ثم نضيف مقلة نضيف مقلة نضيف مقلة نضيف مالخلوق نضيف فرامج نضيف فرامج نضيف فرامج نضيف صندق الوصف نقلي كامل نضيف فرامج نضيف صندق الوصف نضيف ملتق الوصف نضيف الملتق نضيف صندق الوصف نضيف فرامج ترفض البناء من الصوص الطمط سوف نزيد فوقها مباشرة صوص بيشامل خففوها كما انا اتقلتها انا اتقلتها نقل يمن طيب يمن انسيتها شعر من خطرة ونخفف الصوص بيشامل انا اتقلتها مي راح تخفف لي كي راح تدخل الفور ويضب عليها مين توم شوية خفوها انا راني يمسخن الفور على 180 درجة المهم سخنوها مقبل على وسم حبيته باش كي تحطوها مباشرة كل شي راح طيفي يدبرنا هذك الفخامج ويتسحنا هذك بشامل على هذك ليبول وجينا واحد البنة خيالية صدقوني يا لبنت اتجي واحد لاغوست اتجي واحد الوصفة تحملي همام للضيف ما راح شيعارفو وسم هاد البنة ولا وسم ركي دايرة فلو سيحسبوك دايرة الحم وكي حسبك دايرة مع قودة ولا معلاباليش واش من طابق ركي عاملاتو المهم شفتوني كيف هه طيبت هذك الطومت لي جي سهلة مهلا هذك السلصة شفتوني كيف هخدمت لي بولو كيف هجو معايا بنا كي قليتهم متفتولي شو مددلكم السرن تاحا شوفوا معايا كي قطلكم انا ما لقري تقلتها سخففت لي كي دخلتها الفور لانه كل شي طاب وكل شي ساح وشوفو كيف هه طابق معايا وجي سهلة مهلا كل شي راح طايفي طايب غدا خليها الفور يكون سخون إذا كانت عندك فنتيراتير شعلي من تحتها هذك راح تطيبها من الفوق وإذا شعلي الفور تاع غير من الفوق ولا من تحت وديري كامل الفوق هذك طابق تاعك وراح يطيب وراح يسيح معاك هذك الفخامج انا نخليها تبرد شوفو كيف هجتني ستقوني البنة راح كامل تعجبكم نخليها تبرد ونتلاقها في صحن التقديم حبيت نسأولكم كل جنواني بهكي باش تشوفو هذك التفرمج وتشوفو هذك البنة والله يا البنات تقريبا تمتم حطيتها من بردة من التكلة ما بقيتش منها حبة وشعلت جيبنينة شوفو كيف ههراني نرفضها شوفو كيف ههراني نرفضها شوفو كيف هجتني اخففتي شوفو كيف هذك شوفو الوصف اللي راح نمد تجين فرمجة بزيف و جي ابنينا هذي هي الوصفة عنها اليوم ان شاء الله تكون لتلعجبتكم خلولي برك التعليق تاعكم اللي جربتها ما تبخلنيش لانه راح تجيها ولها مو بنعينه المهمة تبخلونيش بدعمكم لايك اشتراك وابوني اللي شافت لاباش تاعي واللقناة تاعي الصدفة وخلولي الرأي تاعكم هذو كلي كومنتر شابين تاعكم بعد اللي تجربوا وصفاتي نتلاقوا في فيديو ماجي ان شاء الله في وصفة جديدة وشاهيتكم في الجنة واللي شاهيتها تسمح لي اما ندركوا المواد في فيديو جديد وفي وصفة جديدة ان شاء الله سعلم